تتواصلوا الدورات التوعوية حول خطورة مرض السيداء وفي هذا السياق نظم صباح اليوم مركز القراءة والتنشيط الثقافي دورة توعوية بمركز بابا مصطفى الثقافي كان ذلك بحضور الأمين العام لوزارة التنمية السياحية والثقافة والعديد من المدعوين تقرير إبراهيم محمد موسى بهدف التوعية عن مخاطر السيداء وطرق الوقاية منها تجيء هذه الورشة تحت إشراف وزارة التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية بالتعاون مع مركز القراءة والتنشيط الثقافي كالك والمنظمة الدولية للأمومة والطفولة اليونيسيف حول إعداد ووضع خطط لأنشطتها لعام 2017 لأجل القيام بالتوعية الشاملة في كافة أرجاء البلاد في كلمته ممثل مركز القراءة والتنشيط الثقافي كالك بانجمينة بن يابي أرنس أكد أهمية التوعية في أوساط الشباب التي شامل بعض أقاليم البلاد والمدن التي انطلقت كبكرة منغو مندو منذ 2013 وما زال المركز يقدم دورات تدريبية وورش للشباب حول خطورة مرض فقدان المناعة المكتسبة السيدة بالتنسيق مع الحكومة والمنظمات الدولية العاملة بالبلاد أما ممثل المنظمة الأممية اليونيسيف دكتور مورغاي أشاد بمواقف الحكومة مع المنظمة والعمل على تكثف الجهود لتوعية الشباب الذين يتراوه أعمارهم عشر إلى أربع وعشرون عاما بالتنسيق مع الوزارات وزارة الصحة ووزارة الشباب ووزارة التنمية السياحية لمكافحة الأوبئة وخاصة فيروز السيدة والحد من انتشاره أما الأمين العام لوزارة التنمية السياحية نيتشو أبو فقد تطرق إلى جهود شركاء البلاد ودورهم الفعال في التوعية في مجال محاربة الإيدز وفي الختام أن مثل هذه الورش التوعية ضد مرض السيدة لصالح الشباب ورفع من مستواهم في تقويم السلوك اشتركوا في القناة